السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حديد إن شاء الله في هذا الفيديو هيكون معنا أهم خمس مواقع مواقع جدا رائعة من كثرة مواقع الجميلة في عالم الانترنت بقسم لكم هي حلقات هذا هيكون الجزء الأول بجيب فيها أفضل المواقع اللي ممكن تستغلها وتستفيد منها بنستعرض في هذا الفيديو خمس مواقع وهكذا في بقية الحلقات إن شاء الله في كل مرة بنجي لكم أفضل خمس مواقع طبعا روابط هذه المواقع بتلاقوها بصندوق الوصف أسفل الفيديو وإن شاء الله لما تكتمل الحلقات مثلا لما يكون الجزء الثاني بحط لك رابط الجزء الأول وإلى آخره فخلينا نتعرف في هذا الفيديو على أهم خمس مواقع لازم تزورها أو لازم تتعرف عليها موقع الأول موقع الأول الموقع الأول جدا رائع الموقع مبدئيا مجاني فأنا بنستفيد منه مجاني إلى الآن بدون حساب بدون تسجيل حساب بدون أي شيء فكرة جدا جميلة وتغنيك عن برامج جدا كثير وعن الاحتراف حتى بمجرد إنك ترفع أو تدخل الموقع تضغط اللي هو زر الأبلوت أو رفع الصورة على طول بيزيل الخلفية بعملية جدا بسيطة وسريعة فبهذه السهولة يغنيك عن تطبيقات جدا كثير بعدها طبعا هتحمل الصورة على جهازك وتقدر تستخدمها في أي تطبيق آخر الموقع الثاني عندي هو موقع عملاق جدا وفيه كثير من المواقع تشبهه يعني فيه أكثر من موقع يحمل نفس الفكرة هو يعني تقدر يغنيك عن كثير من البرامج عشرات البرامج اللي ممكن تثبتها على جهازك الكمبيوتر أو حتى على الجوال اللي هو تحويل ملفات البي دي اف عندك تعامل بي دي اف عندك أهم يعني أداتين للتعامل مع ملفات البي دي اف هو دمج ملف عندك ملفات بي دي اف في ملف واحد وأيضا اللي هي سموها الميرج وعندك اللي هو الفصل تقدر تفصل صفحات ملفات البي دي اف عندك مثلا كتاب في ألف صفحة تقدر تفصل كل واحدة الوحدة تقدر تاخد صفحة معينة كملف لوحده أيضا تحويل الوورد إلى بي دي اف والعكس أيضا تحويل الأكسل إلى بي دي اف أيضا والعكس ولكن في بعض الأحيان اللغة العربية تتخربط معك ولكن مبدئيا هذا هو الموقع تقدر تستغله بكامل طاقاته بشكل مجاني بالكامل سواء كان على جهازك الكمبيوتر ويندوز ماك أيضا الجوال طبعا بعض هالمواقع اللي أنا أذكرها لها تطبيقات ولكن التطبيقات أغلبها حتكون بفلوس فشجعك على الموقع أفضل أو استخدام الموقع بيكون أفضل لو انتقلنا إلى الموقع الثالث اللي أرشح لك لمستخدمي أجهزة الويندوز هذه برامج تفيدك بالذات بعد الفورمات أنت لم تسوي فورمات لجهازك تحتاج إلى البرامج على الأقل الأساسية كمتصفح كفك ملفات المضغوطة برامج الحماية وإلى آخره فهذا الموقع جدا بيفيدك سواء كان بعد الفورمات أو حتى لو أنت محتاج أو تحس أنك محتاج إلى برامج كلها أساسية وكلها رسمية وأغلبها مجانية هو بيوفرها لك يعني في بعضهم بضغطة وحدة يتم التحميل مباشرة أو تقدر تختار كل برنامج على حسب احتياجك أنت فجدا جميل بيسهل عليك زيارتك بمواقع جدا كثير بدلا ما تخش موقع اللي يفك الضغط الموقع البيدي اف موقع متصفح جوجل وإلى آخره كلها بيجمع لك هي في موقع واحد بشكل جدا مرتب وسلس وبسيط نيجي للموقع الرابع الموقع الرابع كثير مننا يحتاج أن يرسل ملف لصديق له أو شخص له يكون الملف هذا كبير جدا تقريبا جيجا أو جيجا ونص فمواقع كثير من مواقع الرفع ترفض اللي هي الأحجام هذه هذا الموقع يعطيك إلى حجم 2 جيجا تقريبا فجدا جميل وتقدر أيضا تحط مؤقت يعني بمجرد مثلا تحميل الطرف الثاني لهذا الرابط أنه يتم حذفه أو تعطيه مثلا صراحية 24 ساعة يومين أسبوع إلى آخره بعدها يتم حذف الملف من الموقع فهذا الموقع سيسهل عليك مشاركة الملفات الكبيرة نيجي الآخر موقع معنا الموقع الخامس في هذه الحلقة أو الجزء الأول من سلسلة أهم المواقع هو موقع مقارنة الأسعار لنفترض على سبيل المثال أنت جالس تدور مثلا على هاتف جالكسي نوت 10 أو جالس تدور على هاتف هواوي P30 أو P30 Pro أو آيفون أو أي سلعة كانت فمن تعرف الموقع الأقل قيمة بين جميع المواقع بدل ما تدخل موقع سوق وتدخل موقع نون وتدخل موقع أمازون وإي باي وإلى آخر من المواقع هذا موقع اسمه برايسنا وأيضا متوفر منه تطبيق لأجلسة الآيفون والأيباد والأندرويد أيضا مجاني كل اللي عليه الموقع بيسويه أنه بيجيب لك السلعة في كافة المواقع كم بيكون سعرها أو متوسط سعرها أو سعرها الحقيقي أو أي من المواقع عليه تخفيض مثلا لهذه السلعة فأنت وقتها حتشوف الأقل قيمة والأنسب لك وتضغط عملية الشراء إن شاء الله تكون حلقة خفيفة لو عجبتك يعطيني لايك عشان نستمر في هذه السلسلة وصلنا إلى نهاية الفيديو يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله